صباح الخير او مساء الخير يا برج الاسد في القراءة العاطفية. طبعا بنبدأ الاول بالطاقة العامة. صوري عندي يعني برشات برد كده. برد الصيف اللي تشوف. فهنبدأ بالطاقة العامة اا مش محتاجة اقول يعني مش محتاجة احكي مش محتاجة خالص الصورة بتباين نفسها. انت في اا قوتك الاصلية. برج الاسد اصلا يعني هو مش مغرور. ولكن اا من جواه هو ده الشخصية الاصلية بتاعت برج الاسد شخصية القوة. الزكاة. اا ادارة الامور كما يجب ان تدار. والحكمة كمان في نفس الوقت. فانت الان في قوتك. تخطيط كمان. ومش عايز اقول رئيسي عصابة. لا لا لا. بتنظر للامور كما يجب ان تنظر اليها. يعني مسلا لو مسلا يعني لو علاقة اا مفروض تنتهي بقى حنينية. لو لو علاقة هاخد فيها قرار هاخد فيها قرار. طب نشوف كده. اه ده انت انت سنجل. سنجل او. اه. اه. ده القوة دي اا جات بعد الكسرة دي. يعني عارف لما واحد ياخد قلم جمد قوي فيبدأ يتغير مرة واحدة انت بزبط كده. انت بتستجمع قوتك واستجمعتها فعلا. ده حقيقة ده انت خلاص. انت تربعت على العرش. اه حاليا انت فرحان قوي. اه مش فرحان بانتهاء العلاقة. ولكن انت راضي بزبط. الكلمة اللي ممكن نعبر عنها. انت راضي عن اه مستويك حاليا في الحياة عموما او في الحياة العاطفية. لان في ناس عموما مش عاضية عن حياة العاطفية لكن انت راضي. اه وراضي وابقيت تتغير او تغيرت وبقى عندك اه. من الاخر كده ممكن تكون تشافيت من علاقة. بس انت خلاص وصلت للمرحلة. وراهم كده دول كارتين مهمين قوي. اداف هو الموت وفي نفس الوقت ولادة شيء جديد. فبزر انت فيه شيء جديد انت ما قرر تعمله. وكسرت قلب اه جمد قوي. يعني بزبط انت خارج من شيء صعب صعب صعب. وشيء مش مش سهل ان احنا اوصل للمرحلة دي بسهولة. فاقريبا انت عدت على 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 مراحل كتير. فشلت مرة وبعدين قمت وبعدين فشلت تاني وبعدين بقمت. يعني اللي اللي دي كلها اللي بتحصل بعد انتهاء العلاقات يعني. اه ممكن نقول لعلاقة سلاسية. انت مريض بعلاقة سلاسية. الطرف الاخر كان عارف حد عليك. اكتشفت. فانجرحت. فاقلت طب شكرا اوي كده. وخدت دي لك بسنانك ومش ايه. طبعا شوفت بقى العلاقة اللي فيها كسرة قلبي دي. يا برج الاسد. مش هي الشارك ايه? مم. الكارمة دي بقى ولا ايه? شايفك ازاي? الله. ده ايه الجمال ده? ايه يا برج الاسد? يا برج الاسد في ايه? في ايه? ده انت مصدر له الوش الخشب. ده 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 بقى اللي بيقول ايه? نقول عليه عرف العرف يعني. لما نقول لحد بكرة تيجي وتعرف امتي. حرفي. حرفي. طيب. برج الاسد طبعا من البداية كده انا خلاص عرفت. هكمل لك بقى القصة. مشاعر الشريك الان هو لا ينام من التفكير السيبي. او مريض. ولكن ممكن منقولش مريض هو ما بينامش. اه ما بينامش خالص بقى. يعني او بينام اللي هو عارف النوم اللي هو لازم انام عشان عندي شغل او عندي حاجة لازم اعملها بس ما بيجي ينام ما بيدخلش في النوم بسرعة. بيفتكر بقى كل حاجة. مع يا انت اللي عمل فيه كده يا هو اللي عمل فيك كده. يا اما انت اكتشفت شيء. وقلت له انا انا تجرح قلبي انا تقس علي انا وديتهملو ومشيت. بس اديتهملو على حق. لانه حرفيا يعني خلاص. خاطت ايده على كده وبرج الاسد عمل معايا كده ليه. اا اعتقد ان هو مشي من العلاقة اا او يعني مش مشي من العلاقة هو فيه طاقة انسحاب. بزبط. طاقة انسحاب. لانه لو لسه موجود وانتوا قطعين مع بعض نص قطعة فهو فيه طاقة الانسحاب ومش عارف يعمل ايه. يعني هو مش عارف حرفان يعمل ايه. عشان يتخلص من التسع سيوف اللي عنده دول. مش عارف. يعني يروح فين يساير الاموط دي ازاي. يعني ده مش كارت رحيل بس. ده كارت شخص عايز يصلح شيء برضو. لان الكروت بتتبني على بقية الكروت اللي موجودة. فهو ما بينامشي من التفكير ازاي ممكن يرجع هذه العلاقة مرة اخرى. لو هو مشي بالفعل فهو عايز يرجع. وان ده شخص ماشي في البحر آآ بهدوق. واخد حذره جدا من الموج بتاع البحر. موج البحر. ماشي بهدوق جدا بعصيته بالراحة وبشويش. فهو تقريبا ما بينامشي من فكرة ان العلاقة كده بازت. وان خلاص. بازت كده وبرج الاسد بيحط لي علامة النهاية. وخلاص كده ولا ايه? ما نعرفش. برضو ما نعرفش. فهو تقريبا ما بينامشي من النقطة دي. لو احنا اعتبرنا ان طاقة الشريك. هي الطاقة دي. فهو ظاهر لك. هو سنجل. انتو سبتوا بعض على طاقة. تمام? وهو سنجل حاليا. ومركز قوي في شغله وفي حياته. ولكن بالزبط كده ده اللي هقوله. ولكن آآ يعني هو في الشغل بيشتغل. اوكي? بيروح الشغل وبيجي من الشغل وفرح يتغازم بيروح. مناسبات صور على الانستجرام بينزل كل حاجة تمام جدا جدا. تخش بروفايله تقول ايه ده ده فاضله تكة ويتجاوز. فاضله تكة واشوف خطبته بقى اللي هو مخبيها دي. طلع خطبتك. فااا ولكن بداخله ألم. ألم بشع. نفسه يرحل من هذا الألم بقى. نفسه يتخلص منه. واع يعني ممكن يكون ندمان بيعاتب نفسه آآ مش عارف عارف ما يكون واحد عايش في كابوس. هو بالزبط كده. ده كابوس بالنسبة مشاعرك انت انت بالزبط انت تخلصت من المشاعر السلبية برج الاسد. ولو انت لسه حسس بها لغد دلوقتي ستتخلص بها. بالتأكيد. بكل تأكيد ستتخلص لانك انت الكوين افواندوس. انت تماميه. انت انت هو لما سابق تقريبا والله اعلم كان في الطاقة دي بجد. يعني قبل قبل الطاقة دي كان هو في الطاقة دي بجد. كان مش كان مش همه ممكن. وآآآ ممكن تكون اكتشفت طرف تالت. عشان كده كان ممكن يبقى مع الطرف التالت او رحله. الله اعلم. آآآ الكوين افواندوس. بس اه. سانية واحدة كده. لو هو كان في طرف تالت قل بتواجع منها. خد جزاته. فيه كارما جات له. فيه كارما جات له. مش عارف ينام. مش عارف ينام. وتقريبا لما بيشوفك. انت عامل انجازات يا برج الاسد. في حاجة انت عاملها بس مش عارف ايه هي بقى. ايه هي الله اعلم. طيب انت تخلصت من الام الماضي بالزبط. وفي نهاية الطريق. هو في بداية الطريق. ايه القرمة كده دي القرمة. ايه القرمة? القرمة ان انا ابدأ فوق انت تتعب. خلص تاخد جزاتك بقى. انت الان في سوبك الجديد. وبتتخلص من الام الماضي. وبالزبط كده. وبتحتفل وشايف الحياة وردي. وحياة جميلة. وايه يعني? وستة هم محصلش حاجة. مش مش بعمل زلعبيطة. وكل الكلام ده. ده برج الاسد. سواء ستة او راجل ده برج الاسد اصلا. ده مش حاجة جديدة على برج الاسد. فبالزبط انت بص مختلفين خالص. ده واحد مش عارف يمشي. مش عارف يرجع للاقة ولا يمشي ولا روح ولا فين. وانت واحد بالزبط مديله بالطناش. ممكن يكون ممكن يكون بالزبط. شايفك بتحتفل وفرحان قوي. ففكرة ان 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 مش مؤثر عندك ده مش بعرفي نام. فكرة ايه ده? نسيني بالسرعة دي? ممكن تكون من سيتوش ولا حاجة. انت تشعر بان كان فيه غم على قلبك. ان فيه حاجة تقيل اويل. ويا اخيرا. وكنت آآ. الماضي كانت مؤثر عليك قوي. فقلت بلها بقى بالالم ماضي. بقى الالم الحاضر. انا احتفل وابص لنفسي ودلع نفسي. واحد في الناس. بزبط انت تقدمت للامام وهو مازال في واقف في طريقه. طيب. الغريب بقى يا برج الاسد ان هذا الشخص لو كان طرقك ورحل لطرف اخر. وطرف الاخر ده آآ قال له الوداع باي باي. فهو يراك كل شيء جميل في الحياة. مش عارف اوصف لك الزكرتين اجمل من بعض. يعني عارف مش شايفك مسلا حد وحش. لا. ده شايفك انت النعيم. انت الكمال ولا غير الكمال. شاعر بقى شاعر يا برج الاسد. شايفك انك انت نفس الكباية. لو خزلك فهو شايفك دلوقتي انت حاليا بالزبط هي القرمة. فاق. فاق من حاجة هو عملها غلط. شايفك انت نفس الكباية اللي معاه بالزبط. اه لو بنت الزوجة. ولو راجل الزوج المسالي. لو راحل لطرف تالت لا تقلق. فهو يأخذ القرمة الان. مامية. مامية. كله في الجميل. زعلش على حق. كله في الجميل. انت انا عايزاك تببسط قوي. قوي بقى ما تحطش في بالك. تحطش في بالك لانه حاليا شايفك مامية. وشايفك ان انت مبسوط كمان. وعندك كل حاجة. انت عندك كل حاجة. وشخص شخص جميل. شايفك شخص جميل قوي قوي. قوي. العلاقة المسالية. شخص اللي انا كنت ممكن بالزبط بيت. اعمل بيت. اتزوجها او ان انا ابقى امراضه كده. ومع ذلك انت تراقي بقى. انت تراه شخص نمرود. بص بقى ده كلمة اللي انا استوحتها من الكارتين دول. من هو الشخص النمرود يا برج الاسد? شخص النمرود هو الشخص اللي تقدمه السبت. ما تلاقيش منه حد. بس كده. الشخص اللي دايما بص انا اعجبها لك من الاخر. شخص جبله يبقى قدامه كل حاجة ويبص النحية تانية. عينه زيغة. معاه اجمل وحدة ويروح يصاحب عليه. معاه معاها راجل مية 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 مغرقة هدايا مغرقة حنال مغرقة حب مغرقة كل حاجة ومع ذلك بتخون. شخص تقدم بص كم كباية قدامه وفي كباية رابعة كمان ومش راضي. مش راضي عن اي حاجة. انت شايفه كده شخص شايفه شخص نمرود دي. يعني ايه نمرود? يعني كل حاجة قدامك ومع زلك في تبص في طريق غلط. اعتقد ان هو بفعلا عينه زيغة على حد تاني. بس ايه ما ما تقدرش نكمل عن حاجة تانية. لانه بص السنحية التانية. ده هو ماشي هو هو شخص اام هو طموح قوي. اوكيي? خلينا متفقين على دليل. طموح قوي. فانت شايف انه انت شايف انه طموح. بس طموح في ايه? مش في كل حاجة. معه طموح ده بيتوقف عند حاجة معينة. انا لقيت شخص شخص مناسب. اطمح ان انا اجيب ازيد اطمح ان اجيب حد احسن منه لا اه هنا نقف هنا نعمل فانت شايف ان هو شخص طموح ولكن في العلاقة معك ما كانش العلاقة فيها اربع تلك وبالك وانا جايب الرابعة يعني كنت بتجيب له كل حاجة ومع ذلك ترك العلاقة ومع ذلك رحل بس خلاص يا سيجي انا عملت لك كل ما يعني هو شايفك فعلا انت شايفك فعلا انت شخص جميل جدا شخص كامل كامل لان انت كنت انت كنت بتشتغل في العلاقة دي جميد اوي الظهر يعني كنت معايشه اللي هو انا بحبك وهفضل احبك وهفضل جنبك ومع ذلك بس شكله بسباصي يعني لاي في واحدة وفقناك فقلت له طب يا شكرا اوي مسي ده انا انا ده انا ده انا ده انا هوريك انت عارف انا مين الوش ده هو ما كانش شايفه على الفطرة انت كنت موريه وش تاني برج الاسد لما بيحب عامل زي برج الجوزاء كده شوية شوية يعني في ايه بقى عند وش بيزير وقت ما يحب يقلب ووش تاني ما يحب حب بقى كده بنفسه بشخصه الوش ده انت طلعت له في اخر العلاقة اتقول طيب انا هوريك انا انا تبص الواحدة غيري طب خد بقى شوف شوف تناميل طبعا مش لازم سبت ممكن يبقى راجل يعني واحدة بصت لحد تاني كويس ده انا ده انا بصي ده انا فظيع ده انا مالك يا بنتي فقلت له سبت العلاقة ومشيت هفن بقى مع اصحابنا طيب ايه الخطوة اللي نفسه ياخدها النقطة دي بالتحديد يا جماعة مش لازم يعني تحصل بس هو نفسه في بناغه ياخدها القراءات دي في ناس جديد تقول مرجعش مش عارف ايه اللي بيحصل ان هي احنا بناخد طاقة البناء ده طاقته في ايه طاقته لنفسه يقول لي بحبك بس الشعر ده هو مش عايز يقول بحبك بس نفسه يقول بحبك فان انا عارف مشاعره وكان شايفني ازاي ونفسه يقول لي ايه مش لازم تتحقق ولكن المشاعر موجودة ولو ندم موجود ولو فراء موجود بس هي دي النقطة اللي انا عايز اقوصلها للناس يتقول اصلا مرجعش اصلا ما تكلامش بس اوكي الخطأ نفسه يقول بس ده نفسه يقول لك بحبك وحشتيني وكل الكلام اللي انت عايز تسمعه في الحب هو نفسه يقوله عايز يرتاح دوس اكتر من كده توضيح مش عارف اكتر من كده توضيح مش عارف اوضح والله شخص ما بينامش ما بينامش نفسه ينام نفسه ينام نفسه يستريح نفسه يقول اللي جواه الشخص ده عنده حاجة جواه نفسه يقولها ما بينامش ما بينام ممكن يكون الشخص ده في سيناريو تالت كده للناس حبابنا اللي هما ما كانش في علاقة كانوا في علاقة اعجابك مسلا وكان بيقارن ما بينك وما بين حد تاني وراح مع الحد التاني ده والحد التاني احنا عارفين عمل فيه ايه وما قالكيش بحبك هو كان عارفك كده معارفة سطحية نفسه بقى يقولك بحبك نفسه لو في علاقة نفسه يقولك سامحيني دي تاقة تسامح ممكن تسامحيني ممكن تسامحيني لاني ما بنامش دي الكرمة هو ما بينامش من الكرمة الشخص ده خان اعطقت لاني عدم النوم ده هي كرمة خيانة ما بينامش ضميره بيقنبه ان الشخصية دي ازاي انا سبت حد كده يا معارف صراحة جماعة يعني مش عارف اقول ايه يعني في حد يصير حد كده حدت نفس الكباية والعشرة بنت نفسه ايه اخي ده حزا الام قال له انت كافر يلا انت كافر مش معقولة ده لو اعمى اعمى هيحس بالجمال ده هيحس بالمشاعر الحلوة دي مفيش اكتر من العشرة بنت نفسه مفيش فحرفيا حرفيا حرفيا يعني نفسه ينام نفسه يقول لك سامحني انام بقى سامحيني وانا اسف هو كاس الحب ما لا بعده كاس يعني هو عنده طاقة اه يا طاقة مائية طبعا عنده طاقة مائية في مشاعر طبعا طاقة المائية هيطقة المشاعر يعني فهو تعبان اوي 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 لو انتو عايزين تعرف هو تعبان او لا فهو تعبان لو زهر لكم الوش ده لا لا ده خدعة انه يفع على الخدعة الشخص ده مش كده الشخص ده ما بينامش بيحاول يغطي على الليلة دي كده عشان ما يبانش النضوعي بس طيب انتو ايه الخطوة اللي هتعملوها الخطوة اللي هتعملوها هتستمروا في